مبارح توجه فريق بيرامتس بلقب كأس مصر وباللقب الأول للفريق في تاريخي وده بعد ما قدر أنه يفوز على نادي زد بهدف طبعاً واحد ميل فيستون مايبلي وإلي في المباراة اللي جمعته مبارح في نهاية كأس مصر تفاصيل أكتر عن المباراة معنا على التليفون النقد الرياضي سيف الحسيني صباح الخير صباح الخير يدين وصباح الخير على جميع أكيد أنت شفت مبارح يفوز بيرامتس إزاي على نادي زد في نهاية كأس مصر خصوصاً أن أول مرة نهاية كأس مصر ما يكونش بيلعب فيه الأهل أولى الزمالك آه طبعاً ودي كانت فرصة للفريق كلها أنها تحارب أنها توصل للنهاية يعني وشفنا إزاي أن بيرامتس طبعاً عنده خبراته والموسم ده كان كويس جداً فكان وصوله يعني كان أكيد للنهاية كأس مصر فوزل على موجود الزمالك والأهلي لكن زد هو اللي قدم بطولة كويسة جداً جداً وشفنا إزاي في المطشف النهائي قدم شهود رائع جداً أول ضغط نادي برامز بقوة وقدم مستغل الصغرات اللي في الجبهة اليسرى بتاعت نادي برامز اللي فيها محمد حمدي وخيها كريم حافظ قدم شهود ممتاز نادي زد صراحة وضغط كامد برامز وكان قادر أن هو يسجل هدف واثنين لكن ما كانش حاسم جداً في بعض الوقت يعني من المطش لكن الشهود الثاني شفنا إزاي بقى برامز يعني إيه دي الخبرات اللي موجودة عند العيبة برامز استغل الموضوع طبعاً تراجع البدني لنادي زد اللعيبة عملت مقود جامل جداً الشهود الأول برامز طبعاً سيطر الشهود الثاني كله في زل تراجع لعيبة برامز طبعاً يعني لحظة كده هفوة من لعيبة زد جاي منها يكون في الديال أخيرة وطبعاً صعب أنك تعود قدام برامز يعني والخبرات بتاعته خلاص كان فاضل حوالي بتاع عشر دقايب الوقت البدت ضايع إيه دي برامز يتوق بأول بطولة اللي مستهت سنين هم أكيد كانوا محتاجين بطولة زي كده آآ بالأخص إن الموسم ده هو أفضل موسم اللي برامز في الشت سنين اللي فاته آآ قايمة قوية جداً كانوا قدموا موسم قوي جداً متشاط قوية قدام الأهل والزمالك متشاط قد قوية في أفريقيا آآ كانوا محتاجين البطولة دي عشان المشروع يكمل وعشان آآ يبدأوا ينفسوا من أول السنة الجاية بقى منافسة حقيقة من أول من أول يوم في كل في البطولات في أفريقيا وفي وفي الكاس وفي الدولي فده فده يعني كان كان مهم بطولة مهمة ليهم عشان يقدروا يكملوا لأن لو كانوا خسروا البطولة دي كانت هتبقى فيه تراجع تاني والموضوع يعني كان هيبقى لا خلاص يعني يعني اللعبة كانت هتبدأ بقى يعني الناس هتبدأ تمشي اللعبة هتفكر في مشروع تاني فكانت بطولة مهمة يعني انت شايف ان مبارح الفرق الوحيد اللي هو فرق الخبرات ما بين بيرامدز وزيد هو ده اللي خلى فريق بيرامدز فاز مبارح فيه او يعني حصل على كأس مستطب انت شايف طريقة اللعب اللي اعتمد عليها مدرب بيرامد كانت صحيحة فعلا في ان هو يحاق الفوز اه طبعا طريقة المدرب الكرواتي روشيتش اللي هي اربعة تلاتة تلاتة في ذلك برضو كان عنده غيابات كان عنده زي رمضان صبحي اسم كبير كان غياب انا عنده برضو عندك اسامي كبيرة اه الطريقة دايما اللي كان بيتمد عليها اربعة تلاتة تلاتة في وجود فخر اللقائي في ناحية الشمال ومصطفى فتحي ناحية المين وطبعا هدف فريق مايلي اه الطريقة دي هو ان بيتمد عليها من اول مسم ودي ودي افضل حاجة ان المدرب ييتمد على طريقة واحدة وعلى اه قوام اساس الفريق وده اللي نجح برا مزا على فكرة ان التجارات الكثيرة في التشكيل بتضر الفريق ولازم يكون فيه تجانس ما بين المجموعة اللي موجودة وهو ده اللي عملوا اه 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 الشوت الاول كان فنيا مش كويس قوي هو المباراة كلها ما كانش فنيا قوية جدا طبعا عارفين لان كل فريق يعمل تحفز اه في البداية ده نهائي مش مهم المهم ان واحد يكسب باي طريقة مش مهم ان يكون الامور الفنية اعلى شوية لكن اه الشوت التاني هو قدر يتماسك وقسم الماتش على كذا على كذا ارباع يعني وادر صراحة كان فيه لعبة متقلقة جدا زي اه المغربي ودي دي كارتي قدم ماتش كبير جدا جدا برضو مصفة فتحي قدم ماتش كويس جدا وطبعا مايلي يعني استغل بقى القدراته يعني والحفوة بتاعت نادي زيد وقدر يجيب الهدف يعني فيه كان وقت صعب جدا النادي زيد يرجع يعوض لان قوام الاساسي النادي زيد كان خلاص اللعيبة الاساسيين كانوا تراجعوا بدنيا وبدأوا يطلعوا فاللعيبة البودلة برضو مش بنفسه قوة اللعيبة الاساسية المزيدة وده برغبة طبعا تقلق علي لطفي يعني حرس زيد اه طبعا علي لطفي قدم ماتش كبير وقال لطفي بيقدم موسم كبير مع زيد أصلا يعني علي لطفي صراحة ان حرس اهل المعار بيقدم موسم كبير جدا مع زيد واتوقع ان هو ممكن انتقل لفريق اكبر يعني للسنين اللي جاي اكيد واحنا متمنى طبعا التوفيق لكل الفرق المصرية بشكرك شكرا جزيلا سيف الحسيني الناقد الرياضي شكرا جزيلا